خلاف جديد داخل أرويقة البرلمان العراقي بشأن التصويت على تشكيلة حكومة محمد توفيق علاوي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ينفي تحديد موعدا لانعقاد جلسة استثنائية للبرلمان للتصويت على الحكومة محذرا من مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي للبرلمان تحذير الحلبوسي يأتي بعد أعلان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي المنتمي لكتلة سائرون بزعامة مقتضى الصدر أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية خلال الساعات المقبلة لمنحة ثقة لحكومة علاوي دعوة تشير بشكل واضح إلى إصرار القوى الشيعية على تمرير التشكيل الحكومية في البرلمان مستغلة أغلبيتها النيابية ومتجاهلة فكرة التوافق مصادر رجحت أن الكتلة الشيعية بزعامة تحالفي الفتح وسائرون قررت المضي في منح ثقة لحكومة علاوي دون مشاركة القوى الفاعلة الكردية والسنية مستندة بذلك على بعض النواب من السنة الذين انشقوا عن تحالفاتهم صعيا وراء الحصول على مكاسب داخل تشكيلة علاوي المقبلة المصادر ذاتها أكدت أن الكتلة النيابية الموالية لإيران لن تسمح باستنفاذ مدة تكليف علاوي الدستورية دون أعلان حكومة جديدة حتى وأن كانت بنصف عضائها سعيا منها إلى تنفيذ رغبة طهران في عدم تولي رئيس الجمهورية برهم صالح إدارة أمور البلاد بحسب الدستور العراقي في حال فشل رئيس الوزراء المكلف بنيل الثقة داخل البرلمان في المقابل دخل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي زعيم تحالف القوى العراقية فيما يشبه التحالف في مواقف مع الزعيم الكردي مسعود برزاني في ضرورة رفض تفرد القوى الشيعية في إدارة أمور البلاد عن طريق فرض الإرادات الحلبوسي حذر من تمرير ما وصفها بحكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المشكلة